السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وعملين ايه النهاردة هعمل معاكم صنية الجلش بالكريمة والكنافة صنية جميلة جدا وطعمها حلو قوي جربوها وان شاء الله هتعجبكم في ناس كتير عايفين الطريقة دي بس هي تغيير يعني بدل الكنافة اللي هي بتبقى بالكريمة او المكسرات دي بيبقى طعمها حلو قوي طعم الجلش مع الكنافة والكريمة حلو دي نفس الكريمة اللي احنا عمناها في الكنافة اللي فاتت اللي هي نص اللتر من اللبن عليه معلقة كبيرة من النشا معلقة كبيرة باستر كريم لو ما فيش حطي معلقة كبيرة من الكاستر ومعلقة سكر وبتسبيه على النار لحد لما يتقل معاكي هنا معايا نص كباية من السمنة سايحة وحطت عليها لون اختياري لو مش عندك ما تحطوش هو بس بيدي لون للكنافة وبعد كده هنا جبت ربع كيلو من الكنافة لو عايزة تزودي براحتك لان هي ما فوت بقى طبقة خفيفة واحدة من تحت وبتدلكيها بالسمنة كده كويس قوي لحد ما تدجنس مع بعض هنحط معلقة كبيرة من سكر البودرة بس ما نكونش مليانة وندلكها كلها مع بعض وبعد كده تروح تحطيها في الصينية من تحته وببططيها لازم تبططيها كويس جدا او ما تخليش اي حاجة فيها مسامات من تحت مفتوحة عشان الكاستر ما ينزلش تحت حطيتها تحت الشوايا عشان تاخد لون دهبي كده بس من فوق في سواني كده وانتي وقفة عشان خاطر بس لما هتيجي تحطيها في الفرن هتلاقي ان الجولاش من فوق احمره تحت الكنافة احمرت والطبقة اللي في النص بيضة عشان احنا عايزين هتاخد لون حلو معانا هنحطها تحت الشوايا حطيت هنا سوداني حمصته وطحانته وحطيته عليها وبعد كده جبت هنا الكاستر او الكريمة اللي انا عملتها يعني وهتحطيها كده في النص بس حاولي ما توصلهاش للحروف تمام وبعد كده انا قطعت الجولاش دايرة على قد الصينية وهبتدي ارسه كده انا احتاجت هنا ست طبقات حطيتهم وبعد كده الحتة اللي هي فضلت من القص بتاع الجولاش الحواف بتاعتها اللي فضلت انا حطيتها في النص لان انا مش بستخدم الجولاش المقطع دا غير في النص بس يعني انا مش بعمل به معالي ولا الحاجات دي كلها مش بتبقى بصراحة ما تطلعش حلوة فانتو بس اللي بيفضل منكم اتقطع حاولوا حطوه في النص وبعد كده هتكمل بقيت الطبقات بالشكل ده ولغاية اخر طبقه هايبقى فيه الحروف كده بين الطلع الفوق انت تحاول تدخليها بظهر المعلقة لتحت علشان ما تتحرقش منك وما في الاخر برضو مش هتدي شكل زريف يعني وبعد كده تدهنيها كمية ساملة كويسة جدا من فوق ما تنسيش لو او مرة تشوفيني تشتركي في القناة وتفعالي الجرس عشان نصلك كل فيديوهاتي ولو عجبك في الفيديو اضغتي لايك وما تنسوش الشير وتعليقات بعد كده هنا هنبتدي نقطعها انا هوريكم هنا تقطيع على شكل النجمة اللي زي اللي انتو شفتوها في اول الفيديو هنقطع الصينية على اربعة الاول بالشكل ده وبعد كده هنقطع كل ربع اتنين وبعد كده كل تمن منهم هنقطعوا بالشكل ده كده بالضبط يعني التمن هنقطعه على تلاتة بنفس الشكل ده بتدي برضو شكل جميل عشان ساعة التقديم يبقى شكلها حالو او ما تطلع سخنة من الفرن وهي سخنة هترش عليها الشربات بارد وتقدمها لهم في البيت وبالفه هنه وليه رأيكم في التعليقات شكرا لكم باي باي اشتركوا في القناة